جمهوريون بدأوا بالتحرك في الدقائق الأخيرة من أجل تبديل أو على الأقل إلغاء القرار وهو قرار إلغاء الحرب قرار يود مجلس الشيوخ الأمريكي أن يضغي حقيقة هذا القرار إلى الأبد الذي تم تشريع في عام 2002 من أجل غزو العراق في عام 2003 وبالتالي هم يحاولون تغيير هذا الأمر مع ما يحدث وما يجري في المنطقة وليس فقط للدفاع عن القوات الأمريكية وإنما أيضا من أجل قضية مهمة ألا وهو ملاحقة هذه الفصائل المسلحة كل هذا الكلام نشرته بوليتيكو الأمريكية بتسريبات من كلام جاء من هذا الرجل ماركو روبيو سيناتر جمهوري من ولاية فلوريدا الأمريكية وهو نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي قال بأنه بايدن يحتاج إلى قرار الحرب يحتاج إلى عدم إضغاء هذا قرار الحرب لسبب مهم جدا ألا وهو ليس فقط لحماية القوات الأمريكية مثل ما قلنا وإنما من أجل مطاردة هذه الفصائل المسلحة لردعها وحتى للقضاء عليها والقضاء على وجودها لأنه هي دائما راح تشكل خطر على القوات الأمريكية ووجودها خاصة وأن هناك العديد من الأمور اللي لحظوها الأمريكيان راح تصير وواحدة من الأمور المهمة بالنسبة أنه هو شيء راح يصير بعد العيد ألا وهو توجه وفد من العراق من أجل الجولة الاستراتيجية المهمة المرتقبة الرابعة الحوار الاستراتيجية المهمة لولايات المتحدة الأمريكية والعراق واللي على أساس كما سرب بأنه راح تصير ليس طالبا لإنسحاب كل القوات الأمريكية وإنما انسحاب فقط خمسمية من الألفين وخمسمية جندي أمريكي لأن هذول الخمسمية دخلوا على أساس أنهم جنود أمريكيين ومقاتلين على الرغم أنهم الآن مدربين ولكن سيتم الاتفاق على هذا الأساس وبالتالي سيتم انسحاب لهم واللي راح يبقون ألفين جندي أمريكي بعد هذا الحوار وبعد هذه الجولة وهذا يعني باختصار بين الفصائل المسلحة ستستمر في مواجهة القوات الأمريكية وبالتالي هم محتاجين لقرار الحرب لأن يبقى أو يستبدل بقرار أقوى وأكثر شمولا لردع هذه الأطراف أو القضاء عليها مثل ما ماركو روبيو يتحدث كذلك أنه أمر خطير أيضا نشر يوم أمس عن معلومات خطيرة لزيارة قام بها هذا الرجل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني زيارة سواها مؤخرا إلى العراق لمدة ثمانية ساعات وبعدها تصاعدت الهجمات بشكل كبير من الفصائل المسلحة على القوات الأمريكية وتبين بحسب رويترس بمعلومات خاصة بأنه هو أعطى الأوامر مباشرة للفصائل بمهاجمة القوات الأمريكية لكن دون المبالغ بذلك وهذا معناته دون قتل أي أحد من الأمريكيين أو عملية اقتحام بري أو غيرها من هذه الأمور وبالتالي هذا واضح جدا من الهجمات اللي يسوها أنه ولا أمريكي فعلا انقتل وأيضا النقطة الأخطر بأن عند وجوده في العراق واجتماعه مع القيادات للفصائل المسلحة هو نقل لهم رسالة من أعلى قمم السلطة الإيرانية وهي من المرشد الأعلى نقل لهم رسالة مهمة ورويترس جاءت بهذا النص شوف شون اللي قالته الطيب التقى بعدد من قادة الفصائل العراقية ونقل لهم رسالة المرشد الأعلى بشأن استمرار الضغط على القوات الأمريكية في العراق حتى خروجهم من المنطقة وطبعا هذا كله يأتي في سبيل الحصول على شيء في قضية الاتفاقية النووية اللي الخلافات اللي بقت من عندها فقط 10% والآن الأنباء الأخيرة من علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال إحنا بالنسبة أنه اتفقنا تقريبا مع الأمريكان وعدنا مفاوضات على تبادل الأسرى فقد تكون هذه جزءا كبيرا من العشرة بالمئة إذا مو كلها العشرة بالمئة أساسا وبالتالي بدأوا يصلوا إلى اتفاقات قاضحة جدا وهذا قد يفسر أيضا تخفيف الهجمات في الفترة الأخيرة بعد التصعيد الكبير اللي شفناه بالأسبوع نص الماضية من الفصائل المسلحة في الداخل العراقي وكذلك بأن الجمهورين عندهم وجهة نظر من قرار الحرب مو بس محتاجي ضد الفصائل المسلحة وأنما ضد منظمات إرهابية ستنشط من جديد بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يشوفون بأن القضية هي ليست متعلقة فقط بعودة حركة طالبان والآن هم مسيطرين حركة طالبان على 85% من الأراضي الأفغانية وهذه تزداد شيئا فشيئا وهناك محاصرة للعاصمة الأفغانية كابل بل بالإضافة إلى أن تنظيم القاعدة قد يعود يشوفون أنه الآن أصبحت فرصة أكبر لتنظيم القاعدة أن يعود في أفغانستان أنه أصلا حركة طالبان كانت هي محتضنة تنظيم القاعدة وقيادات القاعدة أصلا انسحبوا إلى إيران يوم اللي غزت القوات الأمريكية أفغانستان وهم موجودين حتى هذه اللحظة هناك كثير من الجوائز اللي تقدمها Rewards for Justice الأمريكية لمن يبلغ ويعطي معلومات عن هذه القيادات لتنظيم القاعدة اللي موجودة في الداخل الإيراني فبالتالي الجمهوريين يشوفون بأن تنظيم القاعدة أيضا سينشط في الداخل العراقي بالإضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى الفصائل المسلحة فكيف لك يا بايدن أن تتصرف في ظل كل هذه التهديدات المتزايدة مع هذا الانسحاب من أفغانستان وأنت لا تنتلق قرارا حربيا من تحت قبة الكونغرس الأمريكي فهذا هو التحرك الذي يتحركون على أساسه وكذلك بالإضافة إلى هذا الأمر بأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية بأنباء أيضا نشرت الكونغرس الأمريكي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي سووها وهذه طبعا تحدثت عنها النيورك بوست وتحدثوا مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وقالوا له بصريحة العبارة أنتوا شروعوا شروطكم على قضية الاتفاقية النووية وقالوا بأننا غير راضين أبدا للعودة للاتفاقية النووية بهذا الصيغة التي يهدف إلها بايدن وعلى هذا الأساس يا أمريكان أنتوا إذا رجعتوا إلى الاتفاقية النووية لازم تنطون التكنولوجيا معقدة عسكرية تساعدنا في عملية مواجهة إيران وتوجيه ضربات إلى إيران وطبعا هذه التكنولوجيا تحدثت عنها الـ Breaking Defense وهذه طبعا بحسب الـ Breaking Defense قالت بأن هذه التكنولوجيا رح تتركب في الغواصات الإسرائيلية التي هي طبعا قريبة جدا من الأراضي الإيرانية غواصات إسرائيلية اسمها Dolphin AIP هذه رح يخلون بها التكنولوجيا ولكن ما هي هذه التكنولوجيا شلون تعمل غير واضح أبدا ولكن ما هو أقرب للواقع من هذه الغواصات قد نكون أمام هجمات سبرانية كبيرة جدا ستتمتع بها الغواصات الإسرائيلية وطبعا لـ Breaking Defense أكثر المعلومات التي جابتها عن هذا الموضوع هي الآتي شوف شون اللي قالت تدرس إسرائيل طلبا للحصول على أنظمة متقدمة ستمكنهم من توجيه ضربة استباقية إلى إيران إذا أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن طهران قد تجاوزت عتبة التخصيب النووي اللازمة لصنع القنبلة مو بس هذه وإنما الإسرائيليين أيضا طلبوا طائرات حقيقة هم كانوا طالبيها يحصلون عليها في نهاية عام 2025 اللي هي البوينغ كي سي فورتي سيكس وهذه طبعا الطائرات اللي هم طالبيها الثمانية الطائرات الآن طلبوا تقديم هذا الموعد قالوا لهم للأمريكان نحن في ظل هذه الظروف نحتاج إلى هذه الطائرات أن توصلنا في نهاية عام 2023 الريد طائرتين بالإضافة إلى ذلك بقية الطائرات الريدها مع بداية عام 2024 وهذه طبعا إذا ما نركز على عام 2024 في شهر الدعش 2024 ستكون موعدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية فواضح أنهم حاسبين حساباتهم أنهم قد تتغير الأمور بفوز الجمهورين بالرئاسة الأمريكية للعديد من الظروف التي ممكن تتغير في ليلة وضحها وبالتالي يكونوا مستعدين تماما أيضا في تلك الفترة لأن الجمهورين عدوا مستنفار تام ضد النظام الإيراني في حالة العودة للاتفاقية النووية من عدمها بالإضافة إلى ذلك أن هذه البوينغ كي سي فورتي سيكس هي عبارة عن طائرات متخصصة في عملية الإرضاع الجوي وهذا يعني بأن الإسرائيليين يستعدون أيضا لعملية تقديم دعم لطائراتهم الأف 35 تحديدا وحتى الأف 16 لأنهم قد يقوموا بعمليات وغارات في الداخل الإيراني وهذا طبعا يعني الكثير بأنه خاصة أن رئيس الجيش الإسرائيلي عند زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت عنده تصريحات بأننا قد نكون بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي لحظة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تلاحظ أنه حتى الإسرائيليين قلقين من التقارب بين السعودية وبين إيران وعدد من الدول العربية أنهم قلقين وريدون يضبطون الوضع لأنه الأمريكان مستمرين في عملية الانسحاب وبالتالي هم يريدوا أن يتمكنوا من هذه الأمور التكنولوجية ويأخذوها من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا هو طبعا الأمر الملاحظ من كل ما يجري حقيقة في هذه المنطقة وقد تعني الكثير بالنسبة إلى ترجمة نانسي قنقر